الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم الكثير من المستخدمين يقومون بالضغط على زر الهوم وأيضا زر الهوم عند الضغط في إطفاء شاشة الهاتف أو تشغيلها كما تريد معي ويستمرون في فعل هذا يعني عدة مرات في اليوم كلما أراد تشغيل الهاتف يضغط عليه وكلما أراد أيضا إطفاء ويضغط على هذه الأزرار سواء زر الهوم والضغط على هذه الأزرار مع المدة قد يؤدي إلى تعطلها وبالتالي سيحتاج الجهاز إلى صيانة عند تقنية وهذا الأمر يقلف بطبيعة الحال ماديا لكن ماذا إذا قلت لك بأن هناك طريقة سهلة وبسيطة سوف تجعل هاتفك يفهم متى يجب أن يقوم بتشغيل نفسه ومتى يجب أن يطفئ الشاشة كما تشاهد معي الآن مثلا فهاتفي أنا الذكي فعلا لاحظ معي عندما أضعه في جيب البنطال فإنه ينطفئ لوحده دون أن أضغط على زر الهوم أو زر الباور ودون أن أنتظر إلى أن تصل مثلا مدة إطفاء الشاشة وعندما أخرجه يشغل أيضا لوحده كما تشاهد أدخله مجددا كما تشاهد ينطفئ أخرجه يشغل يفهم تلقائيا بأنه تم وضعه في الجيب ويفهم أيضا عندما أحمله وأريد تشغيله وبالتالي لسه بحاجة إلى الضغط على زر الباور أو زر الهوم أيضا عندما أضعه على الطاولة لاحظ معي بأنه يفهم بأنه وضعه على الطاولة وبأني لا أستخدمه وينطفئ عندما أحمله الشغيل أضعه ينطفئ كما تشاهد أو تنطفئ الشاشة لاحظ معي فالهاتف الآن يصبح هاتف ذكي بالفعل فكيف يمكنك أن تجعل هاتفك كهاتف أيضا ذكيا هذا ما أقدمه لك إن شاء الله في هذه الحلقة مرحبا بك مجددا إذن كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق Gravity Screen هو تطبيق مجاني بعد تحميلي وتطبيتي نقوم بفتحه ثم تضغط على Activate لتفعيل التطبيق ثم على OK إذا كنت تستخدم أي قفل للشاشة فتضغط على Yes أما إذا لم تكن تستخدم أي قفل سواء نمط أو غيره فتضغط على No وكما تشاهد معي فالتطبيق يحتوي على العديد من الخصائص والميزات أنا أفضل ترك كل هذه الميزات أو الإعدادات كما هي ما تركها في الحالة الإفتراضية لا داعي لتغيير أي شيء من بين الإعدادات المهمة مثلا عندنا هنا تجد في قسم More Settings عندنا Power Button Sports إذا قمت بتأشير على هذه الخانة فإن التطبيق لن يقوم بتشغيل شاشة الهاتف عندما تقوم بإطفائه بالضغط على زر Power لكن إذا قمت بإزالة التأشير فإنه سوف يقوم بتشغيل شاشة الجهاز حتى إذا قمت بإطفاء الشاشة من خلال زر Power نتكلم على الشاشة وليس تشغيل الجهاز ككل إذا عندنا في الهاتف فون سبورت بتأشير على هذه الخانة سوف تجعل الجهاز أو التطبيق يفهم بأن الجهاز مرتبط بالسماعات عند إستخدام السماعات بطبيعة الحال عندنا أيضا running during call بتأشير على هذا المربع فإن التطبيق سوف يعمل أيضا أثناء المكالمات أنا أفضل تركه كما هو عندنا Vibration أيضا سوف يقوم بعمل إهتزاز عندما يقوم بإطفاء الشاشة هاتفك بنفسه ومجموعة من الخصائص الأخرى كما قلت أنا أفضل تركه في الإعدادات الإفتراضية فقط قم بتفعيله بالضغط على Activate ثم OK واخترها ليوجد قفل الأملة بالضغط على يس أو ناو كما شاهدنا قبل قليل ولا داعي لتغيير أي إعدادات بعد ذلك سوف تجاهد بأن التطبيق صار يعمل بشكل جيد كمشاهد معي والهاتف صار داكيا عندما وضعته كمشاهد أطفاء الشاشة وعندما أحمله يقوم بتشغيل الشاشة لوحده إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناة الأولى والثانية ليصلك جديد مشروح كما لا تنسى الاندمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com.com وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته